تتعرض الحكومة في عدن لضغوطات الشارع المتسارعة وتقع تحت مطالب المواطنين ففي الصباح كانت المدينة على موعد مع عدد من الحتجاجات خرج أهل مديرية المعلم طالبين بعودة المياه إلى منازلهم بعد أن انقطعت منذ أربعة أيام وفي ظهر ذات اليوم تجمع العشرات في مديرية خورمكسر مطالبين برواتب متأخرة وقطعوا أحد شوارع المدينة التي تحتضن عودة الحكومة منذ أيام وقبل هذا كان عمال مصافي عدن يوقفون العمل في المصفح ولم يعيد تشغيل الآلات إلا بعد تأهد حكومي وتنفيذ فوري للمطالب ولا تتعلق الاحتجاجات بمدينة عدن فمن المدن المجاورة تأتي الأصوات وتتسابق مع تلك الموجودة أصلا في أحياء العاصمة الموقعة كما لا ترتبط بفترة زمنية محددة لقد ذهبت بعض المطالب إلى حقوق سنوات خلت وجابت مصالح ومؤسسات أغلقت منذ سنوات تعيش الحكومة في عدن أصعب مراحلها وإن كانت قد عادت وفي أولويتها تطبيع الجانب الأمني وإعادة الاستقرار ويبدو أن اقتصاد الناس ومعيشتهم وخدماتهم ستجبر الحكومة على إعادة النظر في جدول أعمالها وطريقة عملها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة